السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مصر رحمة العبد من قناة دروس تعليمية اونلاين. ان شاء الله هنكمل مع بعض اللي احنا بدأناه من شرح وحل كتاب المعاصر للصف الثاني ثانوي. ناخد النهاردة انتو بارت ثري. هناخد طبعا الجزء الخاص بالسكيلز. ونحل التست بتاع الوحدة ونقول السبب بتاع الحل. وزي ما عودتكم لكم معانا هديتين النهاردة. الهديه الاولانية. الهديه الاولانية المقال بتاع التست جايبه لك جاهز مقدمة موضوع خاطمة وكمان جايبه لك مترجم عشان اوفر عليك وقت. هتلاقي الرابط في الوصف اسفل الفيديو كمان مع طريقة التحميل. الهديه التانية رابط جروب الواتس المجاني للمناقشات. هتلاقي الرابط موجود على المنتدى بتاع القناة او موجود في الوصف اسفل الفيديو. نبدأ مع اول حاجة طبعا ملاحظات سرعة خاصة اول حاجة از نستخدم تعبيرات الكمية كضمائر. طبعا احنا عارفين تعبيرات الكمية ممكن اجيبها كضمائر سواء تشير الى عدد او كمية. والضمير احنا عارفين بيحل محل ممكن يبقى ضمير فاعل يحل محل الفاعل او ضمير مفعول يحل محل المفعول. لو ضمير فاعل يحل محل الفاعل فبيجوا وراء فاعل. ايه الاول عايزين نعرف يعني تعبيرات الكمية? زي كلمة مثلا اشيب ارائف نورث امريكا with 102 بسينجرز سفينا وصلت امريكا الشمالية فيها مية واثنين مسافر. ماني معصود بها هنا ايه؟ ماني بسينجرز ضايد يعني مسافرين كترماتهم. بطصم لكن بعض بعض مين لكن بعضهم استطعنوا يزرع حاجات او نباتات زي يقوله ويقولها يعني and survive ويبقى على غاية الحياة. مثال تاني طلب كتير بيحلموا ان هم يلطحكم بكلية الطب. لكن القليل منهم هو لا يقدر يحقق الهدف بتاعه. طبعا فيهم اصد بها كلمة كولد يسمى او يدعى لاحظ استخدام كلمة كولد في الصغة التالية. لما ما اجيب الاسم اجيب ضمائر الوصل زي هو اجيب بعدهم وكلمة كولد الصغة دي بتساوي نون اسم وكولد على طول. وكاين عايز يقولك انت ممكن ان تحزف ضمائر الوصل مع بي اللي هو شوفوا المثال كده. انا عندي ابنة صغيرة تسمى سم. تمام? طبعا دولا تعاوز اجيب صغة مختصرة. فهو اعمل ايه? حزف ضمائر الوصل ووجاب التصريف الثلاثة عطول وما فيش مشكلة صحي تماما. بسال تاني عبد الرحمن روت از توري ويتش اس كولد ساد هوريزون. بقى الافق الحزين. عبد الرحمن قد بقصة سمها الافق الحزين. نفس الكلام ممكن اشيل ضمائر الوصل مع بي. بقل تصريف تلاثة عطول ونفس المعنى ما فيش مشكلة خاصة. بعد كده الفرق بين ترايتو زائد المصدر و تراي والفعل في اين جي. ترايتو زائد المصدر مع انها بيحاول انه هيعمل شيء. فبالتالي بيبزي المجهود. انا حاولت انه جواب الاسئلة. فازلت المجهود عشان اركز وحلل الاسئلة. لكن تراي والفعل في اين جي. ديت بقى بيجرب شيء عشان يشوف النتيجة بنفسه. فبالتالي ما فيش مجهود مبذول في الوقت ده. بلاك حاول تجرب كده تاخد ايه? الايه? الاسبريان ديات? your headache might disappear. الصدوع اللي عندك احتمال ايه? يعني يختفي. بعد كده الفرق بين كلمة لت وقلاو زائد المفعول. الاتنين معناهم يسمح بي. كلمة لت يجي وراء مفعول اجيب فعل مصدر. لكن قلاو يجي وراء مفعول اجيب طول مصدر. يبقى لت مفعول مصدر. قلاو مفعول تو زائد المصدر. المدير لا يسمح لايحد انه يدخن في المكتب. لما جاب لي قلاو جاب مفعول طول مصدر. في حالة عدم موجود مفعول بجيب اي نجي على طول بعد يقلاو. المدير لا يسمح بالتدخين في المكتب. نقطة تانية كلمة معناها ايضا او اخر. نستخدم او تستخدم بعد او تستفهام بمعنى ايضا. لما اقول مثلا من ايضا انت قابلته? اين ايضا انت ذهبت او رحت? ممكن استخدم كمان التالس. بعد التراكيب ازا كلمةB К او 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 اي سام بمعنى اخر. هكزا d مثلا someone else is knocking on the door في شخص آخر بيطرك على الباب I don't want anything else thank you أنا مش عاوز حاجة تاني أو أي شيء آخر شكرا لك طب إزاي ممكن أستخدم else بعد or أيوة بستفديت في حالة التحذير do your homework كم بعمل الواجب كم بعمل الواجب or else you will be punished ولو عملت حاجة تانية ستتعاق زائد جملة بتسوي صو زائد الجملة ودي معنىها لذلك that's why هي مريدة جدا that's why she stayed at home ولذلك يعني ما كثت في المنزل she was very ill so she stayed at home لذلك ما كثت في المنزل بعد كده الجنسيات لما بجيب ذا قبل صفات الجنسية تدول على الشعب كله بصفة عامة ويجي وراءها فعلي جملة زي مقول the British the Britannian the English the English the Irish اللي هما الإيرلنديين the Welsh اللي هما جايين من بلد اسمها ويلز اللي لو انتم اخدم بالك اللي كان منها تكمل عفرية المدينية تقريبا the Spanish الاسبانيين the French الفرنسيين the Dutch الدينامريقين the Swiss اللي هما سويسريين دلوقتي هنا بقى مثلا the British R شايف يجب لك ايه R إذن دول كلهم يعملوا معاملة الجمل generally tradition lovers كما تستخدم ذا بنفس الطريقة قبل صفات الجنسية المنتهة ب-ESA they the Japanese the Chinese the Sudanese وهكذا the Japanese are hard working people اليابانيون يعني الناس مكتدة في العمل أما صفات الجنسية الأخرى فيجب أن تجمع بعد ذا لتؤدي نفس المعنى the Egyptians مصريون the Russians روسيون the Arabs العرب the Scots لهم سكوتلندا the Turks لهم تركيون وهكذا the Egyptians have a great history and a promising future المصريين عندهم تاريخ عظيم ومستقبل واحد نشوفها أول سؤال عندنا نهاردة I have a close friend نقط عبد الناصر عبد الناصر اه كل هنا ايه أنا عندي صدق مقرب اسم عبد الناصر طبعا ننفعقول who is called موجودة كاملة وهنفعقول قلد بس ايوه يبقلت ننصح لتربية عندنا سي number two I tried him but he refused أنا حاولت أساعده لكنه رفض بدل حاولت بقى to help تمام بازلت مجهودة عشان أساعده لكنه رفض number three I advise you to try not another key it might open the lock قولك أنا أنا نصحتك أو أنصحك أنك تجرب استخدام مفتاح تاني احتمال يفك الليه أو يفتح الليه الاف ليبه هنا try using يجرب number four my father doesn't allow any of us no out loud music at night بابا لا يسمح لأي حد فينا بدل قال له جاي وراء مفعول يبقى to play number five ما هو بيسمحش لحد فينا يعزف موسيقى عالية جدا بالليل يعني number five my father doesn't allow no out loud music at night قال له هنا ما فيش ايه ما فيش مفعول يبقى ينجي على طول يبقى playing يعني بابا لا يسمح بايه بالعصف البتاع الموسيقى العالي بالليل number six my father doesn't let any of us no out loud music at night المرضي بقى بابا لا يسمح لأي حد فينا let مفعول مصدر على طول يبقى number seven when I arrived home لك عندما وصلت المنزل I didn't hear the voices of my brothers ما سمعتش صوت إخواتي الأولاد and sisters ولا أخواتي البنات وحطوا نوت وبدأ جملة جديدة إذن اللي هتجيبها يبقى في محل فاعل were already in bed كلهم في السرير يبقى all were already in bed number eight I don't want to have pizza لك أنا مش عاوز تناول البيتزا I'll have something والله أنا أكل حاجة تانية يبقى يبقى something else تمام يبقى letter a number nine who and what did you meet at the party yesterday من أيضا قابلته في الحفلة بالأمس يبقى هنا يبقى what else تمام أو who else هنا number ten he was tired ومتحب that's why ولذلك he went to bed early in this context that's why can be replaced by ممكن نستبدل كلمة that's why بإيه طبعا that's why معناها لذلك يبقى so تمام number eleven the French الفرنسيون مش قلنا دي بتبقى جمعة أيو يبقى are people who like fashion and beauty بيحبوا الموضو والجمال بعد كده ناخد language ناخد language skills المهارات بقى الجزء الخاص بالمهارات أو الحاجة reading skills طبعا reading comprehension القطع نقرأ ونحل على الأسهلة the Chinese invented paper and they were also the first to use paper banknotes for money طبعا الصينيين هم طبعا اللي اخترعوا الورق وطبعا هم كمان أو الناس يتخدموا الورق كعملة نقدية للمال before paper notes قبل طبعا العملات الورقية were invented ما يتم اختراحها in the seventh century في القرن السابع wealthy Chinese الصينيين اللي كان عندهم ثروة كتير لهم الأثرياء traders التجار الصينيين الأثرياء had used metal coins كانوا بيستخدموا العملات المعدنية these had a hole in the middle وكان لها ثقب في النص so that traders could carry them on pieces of materials عشان كده التجار كانوا بيشلوها في كتعة معدنية زي سلكي مثلا كده يحطوا في عملات كتيرة اللي فها ثقب في النص يعني but these were very heavy بس طبعا كانوا بيشلوها as a result كان يتيجا لذلك traders left the money with someone they trusted كانوا التجار بيتركوا من المال مع بعض الأشخاص اللهم ما بيثوقوا فيهم instead بدلا من ذلك they carried a piece of paper which said how much money they had وكانوا بيشلو معهم وراء يعرفوا ما معهم فلوس قدين that trader could use this paper note to promise anyone that they could pay for the goods that they wanted to buy طبعا التجار كانوا بيستخدموا بالوراء ده عشان يوعدهم بالأي شخص عاوزي ان ايه يدفعلهم او هما زي هيدفعلوا فلوس بالبضائع اللهم ما بياخدوها منهم people in europe only started to use paper banknotes طبعا الناس في اوروبا بدأوا من يستخدمهم اللي ايه العملات الوراقية in the seventeenth century في القرن السابع عشر in england the king needed money to help fight a war with france في انجلترا الملك كان عاوز مال عشان طبعا يقواتل او ايه زابولو ايه يبدأ الحرب مع فرنسا او help fight عشان تساعدوا في الحرب ضد فرنسا banks encourage people to leave money with them فالبنوك بدأت تشجع الناس يتركوا المال عندهم and gave handwritten notes يدهم ورقة مكتوبة saying how much money they had left تعرفهم او بتقول الورقة ديت هم سايبين معاهم فلوس ادي the notes said الورقة كان بيقول لي بها I promise to pay the pairer the sum of pairer اللي هو حامل الورقة يعني قولك احنا انا اوعد او نحن ناعد لحامل او ان ندفع لحامل الورقة مبلغ وقدر وكذا يبقى اسمها pairer اللي هو ايه حامل الورقة دي and you can still see the same words on english notes today وبرضو قولك انت ما زدت بترى لازلنا نرى يعني نفس الكلمات ديت on english notes على بعض العملات الانجليزية today bank workers اللي هو العمل بتو البنك continued to handwrite notes استمرهم في طبعا كتابة العملات until 1853 حتى سنة 1853 when the first notes were printed حتى تم طبعة ايه اول عملات ورقية the paper used for banknotes is usually made from a mixture of paper and cotton الورق اللي كان بيستخدم في العملات الورقية كان دايما بيقى مصنوع كخليط من الورق والقطن and sometimes other materials واحيانا مواده اخرى although these other materials make the notes stronger than normal paper رغم من ذلك يعني عايز اوليه مواد دخام اخرى يعني make the notes جعلت العملات الورقية يعني اقوى than normal paper من الورق العادي most banknotes only last for about two years معظم العملات الورقية كان بتستمر لفترة حوالي سنتين فقط for this reason some countries لهذا السبب بعد الدول يعني tried using plastic notes in 1983 بعد الدول بدت تستخدم العملات اللي هي البلاستيكية يعني 1883 however the first plastic notes in England were not very successful اول عملات بلاستيكية في انجلترا كانت غير ناجحة ليه because the ink came off the notes onto people's hands لان كان الحب بيخرج على ادين الناس او بيطبع على ادين الناس five years later بعد خمس سنين in 1988 سنة 1988 Australia successfully used plastic notes for the first time استراليا نجحت في استخدام العملات البلاستيكية الاول مرة today في يومنا هذا many countries use plastic notes بلاد حديدة بتستخدم ليه العملات اللي هي بلاستيكية which are stronger than paper notes اللي هي تعتبر ايه اقوى من العملات الوراقية last longer يعني بتعيش اطول and are harder to copy وصعب ان هما ايه او الناس تقلدها number one why did chinese traders first use notes instead of coins ليه سنين تجار سنين استخدمهم طبعا العملات الوراقية بدل العملات المعدنية طبعا ليه فاكرين because the coins were too heavy to carry لين طبعا العملات المعدنية كتئلة جدا لنقدر يشلوها number two why did banks in England first want people to leave their money with them ليه طبعا البنوك في انجلترا طبعا كان first want people في الاول كانت عاوز الناس انهما يتركهم المال عندهم لان الملك كان عاوز فلوس عشان يعني يبدأ الحرب او تساعده في الحرب يعني number three why were notes handed written until 1853 عايزوا لي هنا ليه كانت العملات الوراقية يعني مكتوبة بخط اليد لحد سنة 1853 فاكرين طبعا هنا letter c there was not any technology to print them before this time طبعا كانش فيها ايه التكنولوجيا عشان يتبعوها في الوقت ده عشان كده بيكتبوها باديهم number four what does the underlying word them refer to يترك كلمة them في الكتعة تشيري لا ايه طبعا ما صوت بها mean the people who had the money الناس اللي عندهم الفلوس number six what does the word pairer mean كلمة pairer معناها ايه طبعا someone who carries something شخص ما بيحمل شيء ما اللي هو الحامل number seven where were paper banknotes first used اين تم استخدام العملات او ايه العملات الوراقية لأول مرة طبعا in China letter a number eight when were paper banknotes first used متى تم استخدام العملات الوراقية لأول مرة طبعا قلنا في اوروبا في القرن السبعتاشر يبقى in the seventeenth century بيادة الوقت ترنا مع الجزء الخاص بالترجمة طبعا كلمنا قبل كده على بعض النصائح خاصة بالترجمة لازم نتخلى بالك منها خلي بالك من تشابه النقطة بتاعي كلمات تشابه الحروف اه كمان في بعض الكلمات بتستخدم باكتر من معنى لازم نجيب المعنى المناسب للسياق بتاع الكلام اللي بتكلم فيه خلي بالك برضو من جزء الخاص بال امت تحطه اس للفعل وامت محطش امت تجيب معلوم امت تجيب مجول الكلام ده كله بيختبرك فيه وطبعا قسم الترجمة لو كانت طويلة عليك عشان ما تطوش في الاتنين نشوف كده وطبعا تشعر بنظام الاستبعاد اي جملة فيها كلمة خطأ استبعد على طول مشكلة المجاعة في العالم استنى بس مش مجاعة ده نقص الغذاء المجاعة ده ليه معنى تاني اذا كلمة اول حاجة كلمة food shortage هنا المفروض اذا اول حاجة هتبقى مشكلة المجاعة ده غلب تمام طب اللي طربي نقص الغذاء احد اهم المشكلات التي من المتوقع ان يواجهها العالم في سنوات القارج القادمة لهذا يعمل العلماء على ايجاد طرق مبتقرة لتغلب عليها اعتقد صح نشوف سيو دي غلط ليه نقص الموارد الغذائية برضو بيقولش food shortage نقص للغذاء وليس الموارد الغذائية ليه طربي هناك نقص شديد في الغذاء سوف يواجهه العالم في المستقبل القريب هو كده عكس الكلام ولا يستطيع العلماء ثانية واحدة بقى نشوف كده that's why scientists are working on يقول لك ولذلك العلماء بيعملوا على ابتقاء اذا هنا الجملة دي غلط يبقى لا يستطيع دي غلط اذا فعلا ان اجابتنا الصحة هاتبق ايه هاتبقى letter b تمام number two poverty is one of the biggest challenges to the developing countries where people can't fulfill their basic necessities of life necessities of life letter a letter c الفكر هو احد اكبر التغيرات التي تواجه وقال لي هنا تغيرات دي بقول لي challenges تحديات اذا كلمة تغيرات دي غلط يبقى الحاجة هاشطوبها كلمة ايه كلمة تغيرات letter b الفكر اكبر التحديات التي تواجه البلدان النامية وهنا بيقول لي احد اكبر مش اكبر بس اذا دي اكبر دي غلط فنقول لي واحد من اكبر او احد اكبر letter c الفكر هو احد اكبر التحديات التي تواجه البلدان النامية حيث لا يستطيع الناس تلبية احتياجاتهم الاساسية في الحياة لصح letter d الفكر هو احد اكبر التحديات التي تواجه البلدان النامية حيث يستطيع الناس تلبية احتياجاتهم وهنا بيقول لك لا يستطيع الناس إذن كلمة يستطيع دي غلط إذن الإجابة الصحة تبقى نمر ثري على الرغم من التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري إلا أن هناك إصرار على التغلب عليها من المتوقع أن يشهد الاقتصاد زراعة في السنوات القادمة زراعة إزاي إذن كلمة زراعة دي غلط على الرغم من التغيرات برضو تغيرات اسمها تحديات بسبب التحديات التي يواجهها إذن الإجابة الصحة تبقى على الرغم من التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري إلا أن هناك إصرار على التغلب عليها ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد نموا في السنوات القادمة تمام أول بقى ترجمة من العرب الإنجليزي نفس الطريقة برضو انطبق نفس الخطوات لقد تأثر العالم بأسره بالحرب الروسية الأوكرانية خاصة في الجانب الاقتصاد فأسعار المواد الغذائية والوقود وغيرها من السلحة ارتفعت بشكل جنوني ليه طرق ايه؟ تركز بقى معايا عشان هنا هاتوه كل جمل تقريبا زي بعضها معادة اختلاف بسيط قوي هنا يقول لك هنا زهول هالفكتد الثالتة زهول ورلد زهول ورلد خلق بقى إذن هيتشغل عليه برافو سامع الناس بتقولي هيتشغل على المعلوم المكهول طيب هنا بقولي لقد تأثر العالم من اللي تأثر العالم؟ إذن العالم هنا ايه؟ العالم مفعول حلو قوي إيبقى زهول ورلد إذا كده خليت العالم فاعل إياه ديها تغلط لأن العالم مش والله هيأثر الحرب الأوكرانية الروسية تتأثر بها برضو العالم كله اثرة لان دي ما بين معلوم برضو هنا بقى ما بين ما كول فعلا تأثرة طب كمل كده دي جابها لي ماضي معلوم ما تنفعش ازا لجابة صح هتبقى ايه هتبقى وخلي بالك كمان ممكن تلاقي حاجات تانية غير كده واعتقد ان في تقريبا دي فكمان كلمة ايه جود وفور تبقى جود مش جود بس لها البضائع يعني تمام فبالتالي اجابتنا الصح هتبقى جملة تانية من عرب الانجليزي الماء اساس حياة الانسان والحيوان والنبات واستخدامه لا يقتصر على الشرب فقط بل هو اساس الامن الغذائي للانسان والحيوان لذلك لابد من استخدامه بعناية كبيرة اللي مش واخب باله هيتلاحبط ليه يبولي بلانت كوكب مش بلانت نبات اذا اول واحد دي غالب لتربي اعتقدكم لدي صح لتربي لأ هنا غلط بقى المفروض ليه الانسان طب اللي تربي واتر فاخر الجملة بيقولك ايه بقى ازاي هوافر ومستر ده المفروض لذلك مش مع ذلك بقولك لذلك لابد ده ازا هوافر غلط تمام ازا اللي جوا الصح عندي اكيد طبعا هتبقى تمام وحنا قرناها واكدنا عليك بعد كده ترجمة التارتة من العرب الانجليزي لقد بدت حضارة الانسان والسكراره مع اكتشافه للزراعة فالزراعة دفعت الانسان اللي يعيش في مكان واحد فظهر مفهوم المجتمع ونشأت الدولة يقولنا ده اعتقد صح بس احنا عايزين نستنى لما نشوف تبقين غلط ليه في اخر لتربيه يقولك ايه هو ترجم كلمة مفهوم ترجمة حرفية كلمة مفهوم يعني concept اللي هالفكرة يعني فبالتالي كلمة understanding غلط هتلاقي نفس الكلام في letter d برضو understanding غلط وما letter c فيها ايه ركز كده ولك ايه تختراعه وبقولك هنا ايه يقول اكتشاف اذا كلمة invention غلط اذا انا جبتنا الصحيف فعلا هتبقى ايه هتبقى letter a تمام جيه دورنا بقى مع حل التست بتاع الوحدة التانية هنقرأ الاسلام والسوعة بتاع الحل نمبر 1 different festivals are not in various nations with different meals and folk songs عايزو لك هنا اني طبعا فيه معرجانات واعياد مختلفة يتم الاحتفال بيها يبقى هنا are celebrated letter c نمبر 2 the club members عضاء النادي usually get not when they have a serious problem to discuss عضاء النادي عادة طبعا بيقولك ايه بيجتمع مع بعض لما يكون فيه مشاكل جاد عشان ينقشوها بين ايه together تمام نمبر 3 a or an not is a time when something special happens ده الوقت اللي فيه حاجة خاصة بتحصل يبقى ايه يبقى مناسبة يبقى occasion نمبر 4 football is popular all over the world اذكرت القدم مشهور على مستوى العالم the synonym of popular is مراد في كلمة popular طبعا تبقى كلمة common شائع ومنتشر نمبر 5 if something is not you have no right to try to know about it لو حاجة ايه ما عندكش حق يبقى انك تعرف ايشي عنها يبقى اذا لو حاجة شخصية يبقى ايه personal نمبر 6 you have to pay your debt طبعا ديتنا وهنا بقول لك يجب كلمة ديت مش ديبت البي هنا سايلان يجب ان تدفع ديونك الان it's the only not available هو ده لايه المتاح هو ده الاختيار الوحيد المتاح يبقى option نمبر 7 my villa is big but yours is لكن الفيلا بتاعتك طبعا هي المقصود بها الفيلا بتاعتك هنا yours يعني الفيلا بتاعتك ايه لكن يبقى هنا اكبر منها يبقى bigger نمبر 8 the white blouse is nice البلوزة البيضة جميلة but i think the pink one is even لكن اعتقد ان اللونها وردي هي ايه طبعا even يبقى حتى ايه nicer يعني اجمل نمبر 9 today is not colder than yesterday النهار ده يعني ابرد حبة من مبارح يبقى ايه يبقى بت انا بنستخدم كلمة بت ديت لتحديد من قدار الصف نمبر 10 he was our school زي نقاطه the teacher انه هنا لما اجيبها بصرف اس الملكية ما انفحش اقول the best اقول ايه best فقط تمام نمبر 11 it was of her to stop arguing with him ده كان حقا كان تصرف ده كان تصرف عاقل منها انها توقف الجدال معاه يبقى ايه يبقى wise تمام نمبر 12 smart phones are getting not popular التلفونات الزكية يعني اصبحت ايه اكثر واقصر شهرة يبقى more and more نمبر 13 the more you eat تفاكرين كلما كلما the more يبقى ايه يبقى هنا fit you get يبقى the more fit you get طبعا ده هتبقى غلط المعنى غلط ليه لانا قلت كلما اكلت كتير كلما بقى عندك لياقة اا اكتر ازاي بقى لا ده كلما اكلت كتير the less fit you get هتبقى دي اكتر اقل نمبر 14 this is او this is his second طبعا دي ايه ايه التاني بتاعه successful film الفيلم التاني ناجح بتاعه يبقى most successful film ده اكتر تاني فيلم ناجح عنده نمبر 15 not all children are naughty مش كل الاطفال اشقية some not quite بعضهم ايه بعضهم يبدو عليه ان هو هادئ تمام ناخد بعكذا القطعة what makes rice popular ايه اللي خلى الارز يعني مشهور it's a thought that rice is eaten by more than half of the world's population من المعتقد ان الارز يتم اكله تقريبا نص سكان العالم what makes it so popular اللي بيخليه طبعا مشهور جدا the rice plant grows in every continent in the world اللي بخلى الارز مشهور جدا ان النبات الارز بيزرع في كل القارات في العالم except for australia معادة australia it's not expensive to grow ومش غال عشان نزرعه and it is full of important vitamins لانه مليء بالإيه بالفيتامينات الهامة which make you healthy اللي بتخليك طبعا جسمك صحي it also has a lot of carbohydrates to give you energy كما ان دا فيه كاربوهيدرات كتيرة بتدي لك طاقة الفقرة التانية another reason is so popular is that وطبعا فيه سبب مشهور النائبة there is not just one type of rice لما فيش نوحة بس من الأرز there are 40,000 different types دا فيه 40,000 نوع it's perhaps not surprising then that rice can be cooked in many different ways وطبعا وربما ما يكونش شيء مدهش بها أو حاجة نستغرب منها يعني أن الأرز يتم طاهيه بأكتر من طريقة in Egypt في مصر مثلا people love rice dishes such as روز معمر ولكن في مصر الناس بتحب الأطباق بتاع الرز اللي يقولوا عليها روز معمر which is rice with butter طبعا الأرز معها الزبدة and the chicken with a gag in Europe rice is a main ingredient in Spain the famous paella عايزو لك إن في أوروبا الأرز هو مكون رئيسي في طبعا إيه البايالا المشهورة بتاعت أسباني عبارة عن إيديت which is a mixture خليط من إيه rice, vegetables, أرز وخضروات and meat أو لحمة, أرفش أو سمك in Italy they love risotto a rice dish with cheese طبعا دا طبق أرز في جبنة olive oil زيت الزتون and meat or vegetables ولحوم أو خضروات even in Britain دا حتى بريطانيا where rice doesn't grow اللي أصلا ما بيتزرعش فيها الأرز أو لا ينمو فيها الأرز the most popular takeaway food أشهر طعام delivery يعني سريع يعني is hot Indian carries with rice وطبعا طبق الأرز بالإيه بالبهارات الهندية الحارة or Chinese food with rice أو حتى الطعام الصيني مع الأرز people love rice in Asia الناس بتحب الأرز في أسيا in Thailand if you want to ask a person if they have eaten لو أنت عايز تسأل واحد في تايلاند هل أنت أكلت ولا لأ طبعا من كتر الأرز اللي عندهم you ask بتقوله have you had rice yet هل أكلت الأرز حتى الآن ألم تأكل الأرز بعد in China and Korea في الصين وكوريا the word for food is the same as the word for rice كلمة طعام يعني كلمة أرز يعني بقولك الطعام ما أقصد به أرز يعني in Iran في إيران the best cooks أفضل الطعام الطبخين يعني are the people who can cook the best rice هما الناس اللي بدروا يطبخهم الأرز بطريقة أفضل آخر فكرة rice is not only delicious الأرز ليس فقط لذيذ but it is also but it is also healthy لكنه برضو صحي in Japan في اليابان many people eat sushi بيأكلوا السوشي في اليابان عبارة عن إيه السوشي small balls of rice يعني كرات صغيرة من الأرز which people often eat with fish الناس بدأكلها مع السمك traditionally بصورة تقليدية the rice was used to help preserve the fish كان سمان بيستخدم الرز عشان يحفظوا به الأسمان it's believed that من المعتقد أن more and more people will eat rice in the future ناس أكتر وأكتر هيكلوا الأرز في المستابل and it will probably continue to be one of the world's most famous types of food وطبعا هيستمر يبقى من أفضل أو من أهم وأشهر إلى أطعمة أو أنواع الطعام number 16 which of the following is not a reason that rice is very popular جاب لك بقى أربع أسباب منهم واحد ليعتبر السبب أن الأرز مشهور طبعا هنا there are many ways to eat it وما جابش سلة الأكل بقى ما فيش أكتر من طرق الأكل هو فيه أكتر من طرق الطهي وزرعته وكلام ده كله number 17 which rice dish is spicy أي الأطباق اللي معمولة بالأرز يعني تعتبر أطباق إيه متابل على توابل وبهارات احنا قلناها طبعا اللي هي إيه طبعا curry ما اللي معمنا عملها في الهند number 18 the word for rice كلمة rice مشابهة لكلمة الطعام في الصين وكوريا ليه طبعا rice is part of all meals الأرز جزء من كل الواجبات يعني حاجة أساسية في الواجبات كلها number 19 the underlying word preserve means that rice كلمة preserve معناها أن الأرز إيه طبعا lasts for a longer time than usual طبعا بدلها يحفظوه تمام يعني زي ما يكون بيحطوف التلاجة دلوقت يعني يبقى هزن هيستمر فترة أطول من معتاد number 20 rice is popular in Britain although it is الأرز مشهور في بريطانيا عن رغم أنه إيه طبعا not grown there لا ينمو هناك أو لا يزرح هناك number 21 rice recipes وصفات الأرز are not in different countries in the world طبعا مختلفة طبعا يبقى different مختلفة في دول مختلفة في العالم number 22 it can be inferred from the passage ممكن نستندج من القطعة that rice is من الأرز طبعا easy to be cooked سال الطهي number 23 rice has lots of الأرز أركز في الحاجات التي تلك عليها قبل كده we need to pay more attention to health and wellness whether in our homes, our workplaces, or our community أول حاجة نحن بحاجة إلى أن نولي الصحة والعافية المزيد من الاهتمام سواء فيما نزلنا أو أماكن عملنا أو مجتمعنا نحن بحاجة إلى أن نولي الصحة المزيد من الاهتمام طب والعافية فين إذا ان دي غلط نحن بحاجة إلى أن نولي الصحة والعافية المزيد من الاهتمام سواء في منازلنا أو أماكن عملنا أو مجتمعنا خلي بالكم خلي بالكم ده كده A وC وD صح لأن ما فيش فرق بين الثلاثة لو حد واخد باله من حاجة ولمش واخد باله منها هيكتبه في التعليقات بس إنا شايف كده الثلاثة زي بعض بالزبط أعتقد ده خطأ تمام؟ نومر تونتي فايف ترجم بقى من العربة الإنجليزية ياجب على الحكومة محاربة الاحتكار لأنه يؤدي إلى زيادة الأصحار طبعا هنا وكده جابها مجهول دي غلط وهنا هيقل الأسعار طبعا لا ده بيقولك بيزيد الأسعار فعشان كده لازم الحكومة يتحربه وتوجهه دي صح فايت كونترول بيكوز فايت كونترول هتحارب التحكم انا قلنا احتكار مش تحكم بالتالي هي الإجابة الصحيحة آخر سؤال عندنا النهاردة كيف تأكل بطريقة أقصر صحة؟ وزي ما وعدتك في أول الفيديو جيب لك المقال جاهز مقدمة وموضوع وخاتمة وكمان المقال من الترجم عشان اوفر عليك وقت في الترجمة الرابط بتاع التحميل في الوصفة اسفل الفيديو احنا كده وصلنا لآخر حلقتنا النهاردة لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان توصلك للفيديوهات القادمة ان شاء الله كان معكم مسترحمة العبد من قناة دروس العالمي اونلاين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشترك في القناة